ترجمة نانسي قنقر المخصصة للإبلاغ عن هذه المخالفات يأتي ذلك بعد انتهاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال من إجراءات التحقيق في مخالفتين منفصلتين سبق لصندوق العمل تمكين رفعهما بشأن قيام مؤسستين باستغلال البرنامج الوطني للتوظيف من خلال التوظيف الوهمي والتلاعب بالأجور وهو ما يعد من الممارسات الخاطئة والمخالفة لأحكام واشتراطات الدعم كما يعد انتهاكا للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين الأمر الذي يعرض المخالف للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر